تفقد رئيس أركان محور تعز العميد عبد العزيز المجيدي قيادة الشرطة العسكرية وأشاد بمعنويات منتسبيها وبطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن تعز وفي ذات السياق زار رئيس أركان محور تعز جرح حادثة ملعب الشهداء في مستشفى الثورة العام للإطمينان على صحتهم مؤكدا مباشرة لجنة التحقيق بالحادث أعمالها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري لمعرفة ملابسات الحادث وصولا لتحقيق العدالة